الكل يستهدف معرض الكتاب سنوياً لارتفاع مبيعات الكتب في هذا المعرض فده بعد اقتصادي قوي جداً أولاً ليه شقين؟ شق لصالح الجمهور أولاً يستفيد من المعرفة المختلفة من كافة أطياف أو مجالات المعرفة زي ما حضرتك قلت كده الجمهور بقى أعرف فين الكتاب العلمي والكتاب التاريخي والتراسي والديني والسياسي وهكذا كل دهار ممكن تكون معنية ببعض المجالات طيب تعالى بقى نتكلم المردود الاقتصادي كمان على المواطن المصري من خلال معرض الكتاب سهل جداً لأسرة المصرية بكل احتياجاتها المعرفية أنها تكون خلال هذه الدورة مكتبة عظيمة وراصينة داخل البيت المصري معظم دور النشر مخفضة 50% من عنوين الكتب اللي صدرت قبل 23 طيب قطاعات النشر في وزارة الثقافة ايه كمان مبادرات التخفيض اللي موجودة؟ وزارة الثقافة اعلنت مبادر التخفيض من جنيه لعشرين جنيه معظم الكتب المعروضة ده رقم طبعاً ممكن تخش المعرض تلاقي كتاب بعشرة وخمسة وستة يعني لا يتجاوز عشرين بنسبة مثلاً 70% من الكتب الصادرة عن قطاعات وزارة الثقافة عايز اقول كمان طبعاً القطاعات دي عديدة جداً اهمها او على رأسها الهيئة المصرية العامة للكتاب ثم المجلس الاعلى للثقافة والمركز القامل للترجمة ودر الكتب والوسائق الهيئة العامة لخصور الثقافة مش عايز انسى يعني اي قطاع من الممكن يكون معني بالنشر كلها بقدمة خدمة مدعومة في صالح من منطلق ان الثقافة خدمية بالدرجة الاولى وبرضه بالمطلق ان الثقافة معنية بالسلم المجتمعي وكمان بالاصطلاح الجميل اللي حضرك بدأت في البرنامج وهو ان الثقافة في هذه الدورة رقم 55 تعلي آليات وممارسات حماية الامن الثقافي الوطني تعالوا نعرف ده بسرعة كده ازاي احنا بنلبي احتياجات المعرفية المستنيرة الوطنية القومية التي تؤصل وترسخ القيم الوطنية قيم الولاء والانتماء للوطن تعرف الوطن او تعرف الجمهور بتنوعاتي واطفافي المختلفة بالمشروعات القومية اللي تمت في الجمهورية الجديدة تعرف وتزيد من معلومات الجمهور في علوم ومعارف من الممكن انها عايز اقول لحضرتك تقوي وتحصن من الوعي الجمعي للمواطن المصر ده على المستوى الداخلي تعالي نشوف على المستوى الاقليمي مثلا عايز اقول ان معرض الكتاب في دورتي الخمسة وخمسين زي ما قالت كده وزير الثقافة سيكون فارقا في تاريخ معرض الكتاب بالفعل يصح ان احنا نقول عليه معرض القاهرة الدولي والعربي للكتاب بمعنى ان كتير جدا جدا من دور النشرة العربية تعالوا نفتح ان اول يوم يعني كان يوم الامبارح الخميس من الساعات الاولى من افتتاح المعرض كان فيه حفلة توقع كتاب لسمو الشيخة افراح الصباح من الاسرة في الكويت ديوان لها تحت عنوان الغسق او الغسق الازرق الشغف الازرق انا اسف فيه كثير بقى جدا من شعرقنا وكتابنا ومفاكرين العرب كانوا مهتمين جدا جدا من اليوم الاول والثاني منقشة كتبهم وحفلات التوقيع للكتب الصادرة اعتقد الشعر كمان هذه الدورة كل شعراء بيتحدثوا انها دورة فارقة في مسألة الشعر العربي اسمحوا لي اقول كده السعودية احمد برقوقي عبدالله الكعيب من السعودية جاسم الناصر من الكويت علي ديواني من اليمن فاطمة كتاني من السودان محمد بركات من لبنان افراح المبارك من الكويت خولة حمدي من تونس جوزيف حماتي من الاردن شوفوا الاسامي اللي في خلال يومين 48 ساعة اكتر مثلا من 10-15 شعر ومفاكر وروائي عربي كان مهتم جدا بتوقيع كتابه او منقشة كتابه فين؟ في وسط الجمهور المصري وهذا الامر نقول بقى ان احنا بنستعيد على المستوى الاقليمي الامن الثقافي المصري اشتركوا في القناة